أقف بس قدام أرقام مهمة أصدرتها البنوك المصرية في الأيام الأخيرة وعندي تعليق قبل ما ياخد الاتصال القادم الأرقام بتتكلم على حجم إنفاق المصريين في أيام العيد وتاني الاقتصاد ما بتقرهوش بشكل مطلق لما بيجي لك رقم كده ما بتاخدش الرقم ده وتعتبره وتقول يا خوار المصريين صرفوا 35 مليار أو 30 مليار في أيام العيد ده رقم كبير جدا الحياة هنا لازم نقف ونقول إنه أقول كبير أو مش كبير أو صغير مقارنة بما سبق هنا في الاقتصاد نحن لا ننظر للأرقام مطلقة نحن نقارن الأرقام دائما وأنا هنا حقف قدام التصريحات يعني مثلا رئيس البنك الأهلي قال إنه يعني لو جمعنا كل الأرقام فمن 11 ليوليو ل24 يوليو رؤساء البنوك قالوا إنه المصريين سحبوا من الاتمز أو من الماكينات السحب الفوري 35 مليار أستاذ شامعو كاشا رئيس البنك الأهلي قال إنه في الفترة دي تسحب من البنك الأهلي 19 مليار جنيه في 9 مليون عملية سحبه ونركز في جملة 9 مليون عشان مهمة بنك مصر عكف المغربي نائب رئيس بنك مصر قال إنه هو تم سحب 12 مليار يبقى دي 19 مليار من الأهلي 12 مليار من ماكينات سحب بنك مصر في نفس الفترة بنك القاهرة أستاذ محمد سرود رئيس قطاع التجزيع قال إنه تم سحب 4 مليار من ماكينات السحب في هذه الفترة إجمالي دول 35 مليار حد يبص على الرقم دي يقول لك ياه مصرين صرفوا 35 مليار في فترة 13 يوم بس الحقيقة إن الرقم مش كبير ننظر للرقم والحقيقة إن الرقم مش كبير ليه أولاً هذه العمليات عمليات السحب في هذه الفترة إحنا عرفين إن المعاشات والمرتبات دخلت بدري علشان العيد في هذه الفترة اتسحبت المرتبات والمعاشات يعني إحنا لو بنتكلم هنا على 10 مليون أصحاب المعاشات 5 مليون أصحاب المرتبات فأنت بتتكلم في 15 مليون لو أسمت وإنا هنا بتكلم على موظف الدولة بس وأكلمش على القطاع الخاص 10 مليون معاشات 5 مليون من موظف الدولة فقط أنا هنا لو أسمت المبلغ ده اللي هو على 15 مليون من أصحاب المعاشات والموظفين يبقى أنا بتكلم في إنه نصيب الفرد 2333 جنيه هل ده رقم كبير للأسرة يعني عشان تصرف على نفسها في العيد واحتياجاتها في موسم العيد ما ظنش لو قسمنا الرقم بقى والمبلغ ده اللي تم صرفه مثلا أو المبلغ اللي تم صرفه من البنك الأهلي على عدد عمليات السحب في البنك الأهلي يعني 19 مليار على عدد عمليات السحب في البنك الأهلي اللي هما 9 مليون فأنت بتتكلمني إن متوسط سحب الوحدة 2111 جنيه هل ده كبير؟ بصراحة لأ لو اعتبرنا إنه عدد عمليات السحب ده 9 مليون يمثل عدد المواطنين اللي سحبوا الأموال أنا لسه هنا ما بقولش إنه فيه مواطنين ما سحبوش يعني البنك الأهلي عدد عملائه 16.5 مليون عميل فأنا هنا التسعة يعني ده معناه إنه فيه ناس كتيرة جداً تانية ما سحبتش فالحقيقة إنه وطبعنا عارفين تاني إن وزارة المالية بدأت في صرف المرتبات يوم 12 يوليو وتضمن هذه المبالغ اللي صرفت زيادة المالية الجديدة اللي هي الإلاوة الدورية للمخاطبين والإلاوات الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والحافظ الإضافي وغيره والتأمينات والمعاشات أيضاً بدأت في صرف المعاشات مع تطبيق الزيادة الجديدة في يوم 1 يوليو اللي هي الزيادة اللي هي 13% فلما نقرأ الخبر بتاع الخمسة وثلاثين مليار مع احترامي لكل رؤساء البنوك الخمسة وثلاثين مليار ما قدرش أقول إنه هو أرقام قياسية يعني أنا ما قدرش أقول هنا أنه رقم قياسي على الإطلاق هذا رقم طبيعي أقل من الطبيعي لو قسمنا على عدد العمليات السحب اللي اتعملت هتبص تلاقيه الشخص صرف ألفين جنيه أو أقل من ألفين جنيه كمان للأسرة وأنا هنا بتكلم لو أنا قسمته على المعاشات فقط المعاشات والمرتبات ده كده ما بكلمكش أنا القطاع الخاص والمواطنين العاديين التانيين اللي مش موظفة دولة ومش من أصحاب المعاشات لما نسمع رقم يعني أتمنى بس إنه إحنا دايما يكون عندنا فكرة المقارنة طب نسأل طب هل الرقم ده وده اللي كمنا نعايزين نسمعه من السادة رؤساء البنوك هل الرقم ده مقارنة مثلا بأول كل شهر بيبقى كام لما بتنزل المرتبات ده رقم عادي ولا مش عادي ممكن الناس تسحب على مدة أطول ولكن عايزين نفهم في التلاتاشر يوم ده عادي ولا مش عادي طب مقارنة بعيد آخر عادي ولا مش عادي هنا بقدر نقول أن هذا الرقم قياسي أو غير قياسي لكن عشان بس منعودش نقول آه منشوف مثلا مشهد المصريين على البحر وكده يا جماعة يعني الناس برضو يعني الوضع مش عظيم قوي الناس مش ماشية تصرف فلوس رايح جاي والحقيقة أنه ده أقل شيء وأقل مبلغ ممكن المصريين ينفقوه في حاجة عيد أسرى أربعة نفار أو خمسة نفار يعني لما يسحبوا ألفين جنيه ده أقل رقم